الدورة دائما بتاخد من خمس لسبع سنين احنا عايز اقول لحضراتك وعايز اتمنى سادة المشاهدين واقول لهم ان السوق كل ده يعني يجب احنا بنتكلم في المودة الاولى اللي هي البرائماري اللي اخادت من 4500 نقطة اللي هي من اول 36 بداية المودة الصعبة وبداية الدولة الحديثة ان شاء الله اخدنا من 4500 لغاية ال 6500 على هيئة مودة صعبة وبعدين تصحيحها قتت مع تلكج برد والسوق وقتها على فضع تصام رابعة ونزل وبعدين طلع المودة التالتة اللي احنا لسا نخلصينها عند 6500 واحنا دلوقتي في المودة الرابعة التصحية واللي قربنا نخلصها ان شاء الله فاضل يعني 150 أو 200 بنت بالكتير وحنبدأ ان احنا نكون مراكز شرائية قوية وحيكون ان شاء الله باذن الله يعني كمان تقيمك خلال هذه الفترة الى نهاية هذا العام وبداية السنة الجديدة ان شاء الله ايه؟ والله انا شايف ان احنا اه يعني قربنا نخلص الموجة التصحية فضل لنا تقريبا اسبوع ومن ننتصف ديساندر ان شاء الله هيبدأ السوق ياخد نوجة سعود جبيدة اللي هي الموجة الخامسة واللي هي ان شاء الله يعني انا شايف ان هي هتوصل بنا لمستويات 6800 أو 7000 نقطة اه الفترة دي هتبقى من نص 16 لنص يناير اه تقريبا حتى تزامن مع الاستفتاء الدستور اللي النهاردة تسلم الرئيس الجمهورية للمؤقت السيد عبد المنصور واللي ان شاء الله هيكون بداية انطلاقة جديدة لما الشعب ينزل يستفتاء الدستور هيكون حاجة سياسية قوية جدا مهمة للبورصة ومؤثرة بالاجابة عليه طب هيا نقاط الدعم والمقاومة بالنسبة للمؤشر الرئيسي للسوق اه لو هنتكلم عن مدى القصير انا دائما بخاطب المضربين السوق محتاج المضرب المارن اللي بيتحرك مع الدعم والمقاومة ده شيء جميل جدا لان انا يعني بكتشف حاجات يعني صعبة قوي بيعاملها المضربين والمستثمرين الناس كانت عند الستة خمسونية بتشتري بقوة وكان عندهم دائما يعني المتعاملين في السوق بيبعندهم امال زايدة او بيبعندهم طمع خلينا نكون صرحة واضحين بيبعندهم طمع زيادة او بيبعندهم خوف زيادة ما عندهمش حتة الاعتدال او التوازن ما بين الخوف والطمع يعني احنا عند الستة خمسونية كانت الناس عندها امل في ستة ممائة وسبعة تلاف وربعة وربعة يا جماعة لا كان لازم يحصل تصحيح وخصوصا اننا نحن نلاقي السوق بدأ يهدأ بعد جاري طويل وبعد رالي بدأ يهدأ ويعرض يبقى انا لازم ابيع واستنى شوية واشوف السيولة ببقى تخش تاني اخش معها واشوف مؤشرات فنية لو انا ما بعرفش تحليل فني لا طب وانا قعد على الشاشة اكيد بيبقى فيه مظاهر قوة بيبقى فيه مظاهر اعادة دخ سيولة بيبقى فيه مظاهر واضح ان فيه مية شراء جديدة وده فعلي بقل السوق فاحنا بنتكلم ان شاء الله من نص اتناشر لنص يناير هيبقى فيه موجة صعود جديدة الدعم اللي انا برتكن اليه الفترة القصيرة اللي جاية ستلاف مية لستلاف مية وخمسين هو معظم المحادنين بيتكلمه في ستلاف وبيتكلمه في خمسة وانمية انا عايز اقول يعني برضو مش هيكون الخوف مبالغ فيه احنا عندنا حاجتين مهمين جدا برضو فنيين ان خط الاتجاه الصاعد الميجر او الرئيسي تقريبا حتلناس القصيرة اللي جاي او الاسبوع اللي جاي مع مستوى ستمية وستمية وخمسين عندنا اعتقد ان الستمية مش هتنكسر ممكن السوق يقرب من ستتمية وستمية وخمسين ان شاء الله عندنا المقاومة منطقة الامطلقة الجاية ستة تنمية سبعة تلف نقطة ولكن ده ميمنعش ان السوق ممكن يطلع مين الجاين ممكن يطلع بكرة حتة صغيرة او بعضه ستة تنطمية ستة تنطمية وخمسين ويرجع تاني يجرد على ستة تلاف مية ستة تلاف مية وخمسين عشان الناس تتعامل على هذا المبدأ لازم لعندنا السنس او ان احنا بنشتغل في منطقة تردابل تردابل يعني اننا ممكن ابيع وارجع اشتري تاني عند مناطق الدعوم الاقوى طيب لو مساكنا مؤشر الاسم الصغيرة والمتوسطة ايج اكس سيفنتي هلقول انه هو صعب بنسبة اربعة وخمسين من مية في المية تقييمك لاداء هذا المؤشر ايه المؤشر ايج ايكس سيفنتي بيستهوي المضربين المصريين عشان كده احنا حنلاقي ازدياد في التعاملات المصريين لفترة الحالية والعرب هما دايما بيبوا انتريست اكتر لشارع الاسهم المضربية والليا بيكون صعودها اعنف بتكون قوية وفعلا ايج ايكس سيفنتي كان عمل صعود اقوى من ايج ايكس سيرتي لفترة اللي فاتت فحاليا الجلسة النهاردة وجلسة مبارح تبدو في هنا بعض ملامح الشراء لبعض الاسهم المضربية وعايز اقول لحضرتك ان مش معنى ان احنا ممكن ننزل تاني شوية لستمائة وخمسين او ستمية ان الاسهم لسه كلها هتنزل تاني لا في اسهم انا شايف انها وصلت لقعانها وصلت لمواطق دعوم صعبة انقصر او احنا قريبين ننقعانها جدا فمش كل الاسهم هتنزل بنفس الوطيرة بالنسبة للاسهم خارج المقصورة كيف تنظر لها وخصوصا ان في انتقاض لها كثير من قبل بعض الخبراء الماليين خارج المقصورة يعني بتفكرني بالرأس عالسلم يعني ولا طال يطلع ولا طال ينزل يعني انا شايف ان هو سوء المفروض يحصل حدا من اثنين يندعبه ونخليه يشتغل خمس تيام عادي زي ما عملنا في برصة الميل او يطلغى خالص لان دي شركات لو احنا بصرها الحقيقة الامر حالي هي شركات غير ملزمة بان هي تعلن عن ميزانياتها ما عندهاش لا افصح ولا شفافية فحاجة من اثنين يعني عاملها معاملة الشركات العادية اللي في المقصورة وتشتغل عادي خمس تيام او نلغيها خالص انما مدى انها تشتغل يومين والتسوية تبقى اسبوع للمستثمر اللي بيخش هسه طبعا دي حاجة مأسان يعني انا كان نفسي ده بدو حاجة مهمة افتكرت ان انا اقولها كان نفسي اجتماع مجلس ادارة البورسة اللي هما يجتمعوا يوم الحد وقرروا قرارات او اوصب توصيات يعني انا شايفها مش بتاعة المرحلة الحالية ان انا بتكلم في عقود اجلة وبتكلم في سنادات سوق سنادات المرحلة الحالية مش بتاعة الكلام ده المستثمر المصري لسا مش بتاعة الكلام ده السوق المصرية نشأة المستثمر عايز محفزات وعايز قاربات تفيده يعني ياريت كانوا تكلموا في تسوية يوم تي بلاس وان بدل تي بلاس تو اللي احنا يعني حافين على الموضوع ده ياريت كانوا تكلموا في حاجة تفيد المستثمر رأساً إنما عقود آجيلة في يوتشار إحنا مش بتقول الكلام ده في مصر لسه بدري يعني على القصة ديت إحنا عندنا أولويات ضريبة الدمغة اللي فضلت في المحاكم بقالها شهور دي حاجة برضو من الأساسيات يعني حاجة مفيدة لمستثمر المصري يعني لو أنا بناشد للمرة التانية برضو السيد أسامة صالح وزير الاستثمار إن هو ينظر بعين أنا مش عايزة أقوله عطف بس بعين أكثر واقعية للمستثمر مصري اللي الواحد في الألف بيفرق معاه شركات السامسرة اللي هو الواحد في الألف بيفرق معاه فيه شركات السامسرة قفلت عايزة أقول لحضرتك إن معظم شركات السامسرة بتخسر ولحد في الألف كتير بالنسبة للمستثمر وخاصة بعد ال Immz paws هآلقات اللي حصلت في السوق والخسار المدوية وحالت الركود النهاردة حضرتك تعالوا نشوف ايه اللي بيخش الخزنة الدولة من الواحد في الالف السوق انه هاده لو بينفذ 500 مليون يعني نص مليار هتلاقي الواحد في الالف يا باوت 500 الف نص مليون نص مليون جنيه لو احنا ضربناهم في 240 جلسة اللي احنا بنشتغالهم طول السنة اللي هو ايام السنة ما تروح منها الاجازات وايام السبت والجمعة والسبت هنلاقي 240 يوم في نص مليون 120 مليون ده اذا كنا بننفذ 500 مليون احنا حاليا بننفذ 250 يعني 75 مليون 75 مليون جنيه حيعملوا ايه في خزنة الدولة هل هذا المبلغ سوف يسمن او يغني منجوع بالنسبة للدولة اعتقد لا لكن بالنسبة للمستثمر حيفرق كتير بالنسبة لشركات الصمصرة حتفرق كتير طيب احنا بنتمنى ان في الفترة مقبلة يكون فيه دراسات مجدية حول هذه النقطة بما يصب فيه مصلحة المستثمر ومصلحة الوطن ككل باني لو حلمنا سلوك المتعاملين في البورصة المصرية ومسكنا المصريين والعرب والاجانب والافراد والمؤسسات كيف تقيم سلوكهم وادعهم؟ والله نقدر نقول ان الفترة الاخيرة كان فيها توجه شرائي اكتر من المصريين نقدر نقول ان المصريين هم اللي شايلين السوق وده اللي كان حاصل من الايام الثورة اعتقد ان المصريين وحاليا احنا بنشكر العرب وبنشكر الدول اللي واقفة معنا السعودية والكويت والامارات وكل الدول المحترمة اللي بدأت تضخ استثمارات في مصر بدأت اتصق في اقتصابنا بدأت تحفزنا ودعمنا فالشراء حاليا اكتر للمصريين والعرب وان كانت توابه لاجانب بيعي ولكن واترته قلت واترت البيعي من اجانب قلت عن الفترة اللي فاتت ونتمنى انها ترجع تاني ان شاء الله للسوق استاذ وليد هلال خبير اسواق المال شكرا لك شكرا لك ومعهم مشاهدينا نكونك الرسال الى نهاية هذه الحلقة شكرا وإلى لك